سوف نرى كيف نقول ماذا تفعل باللغة الإيطالية بثلاثة طرق مختلفة أشهر حاجة هي كوزا فاي كوزا فاي هي حرفيا كوزا ماذا فاي تعمل كوزا فاي بعد كده لدينا كوزا ستاي فاچندو كوزا ستاي فاچندو كوزا ستاي فاچندو هدي نستخدمها لما نكسد أنه نريد أن نعرف ماذا تعمل الآن يعني في الوقت اللي نتكلم فيه ماذا تعمل بعد كده في طريقة أخرى هي كوزا كومبيني كوزا كومبيني كوزا كومبيني هدي عالة راح تسمعوها لما مثلا في حد بيعمل حاجة المفروض ما يعملهاش ومثلا بيعمل فوضى فمثلا تشوف طفل مع ألوان قريب من الجدار فتقول له كوزا كومبيني كوزا كومبيني يعني إيش اللي بتسوي ورح تسمعو كمان كوزا كومبيني كوزا كومبيني يعني شوف الفوضة هادي شوف الفوضة اللي عملتها فكده شفنا طريقة عادية بشكل عام ماذا تعمل يعني الآن إيش بتسوي ماذا تعمل الآن في هذا الوقت والطريقة الثالثة كانت كوزا كومبيني كوزا كومبيني غير كده ممكن تسمعوا كوزا فاي بتريقة مختلفة إذا حد قال كوزا ديشي كوزا ديشي تعني ماذا تقول بس إنا قلنا ما كوزا ديشي ما كوزا ديشي يعني بتشوف إنه في فرق ما بين الحاجة اللي بيكسدوها مثلا إذا حد قالك ما كوزا فاي ما كوزا فاي وأنت بتحاول تشرح له أنا بعمل كده وكده كده لا هم ما يشتيش أعرف إيش بتسوي يعني هو كصده خلاص وكف فيرمتي هل تعرفوا طرق ثانية لكي تقولوا ماذا تعمل بالغة الإيطالية حاجة أخيرة كبل ما أنهي الفيديو ميشيتي منكاتي تنتيشي يعني أنا صار لي شهور وأنا بقول نزل فيديو نزل فيديو بس عمليات تشجيل الحلقات يعني أنتم بتشوفوا فيديو بيكون مدته عشر دقائق عشرين دقيقة ثلاثين دقيقة بس علشا نسجل الفيديو علشا نجهز علشا نعمل الأديتينج بياخدني وقت يعني أيام فالموضوع كان رجع تعب كثير بالنسبة لي لأنه كان عندي كمان حاجة تانية فأقلنا خلاص رح نجرب مع فيديوهات قصيرة إلى من نرجع نعمل الفيديوهات اللي نشرح فيها بالتفصيل على موادع معي فإش رأيكم إذا عملنا فيديوهات قصيرة أخرى في الأسبوع الجاية ماذا تريدون تكون الموادع هل تريد أن يكون درس ديم اليوم وحاجة تانية أتمنى أن تقولوا لي في التعليقات ونشوفكم قريبا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر